لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة وكان الفصل الأول تكلمنا عن المرة اللي فاتت تكلم على المعنى التمسل لغة وشرعا وأثر هذا على فهم المسألة جيدا وأثر عدم فهم هذه المعاني على بعض الانحرافات التي برضت في هذه المسألة في الواقع الفصل الثاني اللي احنا هتكلم عليه النهاردة ليس وثيق الصلة بشكل كبير بموضوع الرسالة ولكنه من الموضوعات المهمة جدا ولها فروع كثيرة للغاية وبالتالي يعني يكاد يكون من أهم المسائل اللي ممكن تدرسها في علم التوحيد رغم أنه برضو أنها مقتب ذو ليست وثيقة الصلاة أو الموضوع الفصل الثاني بعنوان الوسائل الكونية والشرعية احنا قلنا اتخاذ الوسيلة اللي ترك تعالى أي القربة الشيء الذي يقربك إلى الله ترك تعالى وده أعام من اتخاذ الوسائل في الدعاء اللي دايما بينصرف إليه الذهن اللي هو أخذ وسيلة تخلي دعائي يقبل بينما يعني الأصل أن ابتغاء الوسيلة اللي تركت على ابتغاء القربة القرب من الله تركت على وابتغاء الوسيلة في الدعاء أي اتخاذ الأسباب التي تجعل احتمال إجابة الدعاء أقرب فده دي مسألة خاصة من دي لكن بصفة عامة طالما عرفنا أن الوسيلة يعني أن التوسل هو الوسيلة القرب من الله تركت على فهذا لا يكون إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهنا خرج العلامة الألباني اللي بان هذه القضية العامة اللي هي كما ذكرنا فروحة كتيرة جدا وهي منين أعرف إن شيء ما وسيلة لهدف أنا أعيزه لأن إحنا بيدخل معي كتير من المسائل معظمها من الشركة الأصغر وبعضها قد يصل للشركة الأكبر والعزو بالله تعليق الحدوة التولى التمائم إتيان الكهان والعرفين كل الكلام ده الناس بتقول وسائل أسباب فلما بتجي بتنهى عنها البعض يقول لك لا يعني دي وسيلة دي مجربة ممكن تلاقي حد ييجي مثلا من ضمن الصور المنهي عنه وطلع تعليق حلقة صوف كده طبعا ممكن إنسان يكون عنده أمراض عنده التهاب في المفاصل مش عارف إيه فيربط إيده بربط ضاغت يربطها بصوف عنده مرض ما فيتقال روماتيزن مش عارف إيه علاجه التدفئة كل دي أسباب حنبين دي من الأسباب الكونية التي عارفها المسلم والكافر والبر والفاجر ولها تبرير لكن لحد يقول اربط خيط كده فتلة فتلة صوف ولا هي يعني مثلا تمثل تدفئة ولا تمثل ضغط فتجد يعني دي موجود إحدى صور الحلق ونحو ذلك وبعدين قد يقال حد يقول لك أنها جربتها وتم الشفاء فهل دي وسيلة لإثبات هذا السمب أم لا خلينا إيه نشوف الشيخ الألباني عرض لنا المسألة دي إزاي المسألة دي في من الأهمية بمكان كما ذكرنا وفروحها كتيرة جدا يقول الفصل الثاني الوسائل الكونية والشرحية يقول إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل المطلوب برغبة فعلم أنها تنقصب إلى قسمينه وسيلة كونية ووسيلة شرعية يبقى إذن طرق إثبات الأسباب أن الشيء الفلاني وسيلة أو سبب يؤدي إلى نتيجة ما من السمه نوعية كونية وشرعية فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقاته التي خلق الله به ويؤدي إلى المطلوب بفطراته التي فطره الله عليه وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق ومن أمثلاتها الماء فوسيلة إلى ري الإنسان والطعام وسيلة إلى شبعي واللباس وسيلة إلى حماية من الحر والقر والسيارة وسيلة إلى انتقال من المكان إلى آخر وحك يبقى هنا بنميز الوسيلة الكونية بأنها وسيلة لسنة كونية خلقها الله فيها ومن ثم لا ترتبط باعتقاد مسلم والاعتقاد كافر والاعتقاد ملحد لا هنا البشر وجدوا بالحس زي يلاقوا المية بتروي العطش أو بالبحث هنا بقى حيبتدي إيه يدخل سن التلبيس على النساء طيب ما هو بالبحث أيوا بالبحث أنا ممكن في الآخر أخد دواء مش يعني المريض مش دكتور فمش عارف دواء بيعمل إيه بل مؤقت دكترة بيبقى مش هو العمل الأبحاث هو جات له أبحاث أراها لكن في النهاية الدواء دا اتعمل عليه أبحاث كونية بمعنى والله والمرض الفلاني مش عارف الضغط بييجي من ممكن يكون أحد أسبابه إن الشرايين ضاقت أو ممكن يكون علاجه حتى لو سببه مجهول إن إحنا نوسع الشرايين شوية فالضغط يزيد شوية الله المواد دي جربناها فلقناها بتوسع الشرايين المين اللي جرب مش لازم كل المشاريع يتجرب ولكن في النهاية اللي جيه الشركة اللي عملت الأبحاث دي أو الجامعة اللي عملت الأبحاث دي ومشارتها بتتكلم عن سنة كونية بتتكلم عن شيء والله المواد دي نتيجة إنها مش عال بتفرز إيه بتزود إفراز إيه بتقلل إيه في الآخر بيكلمني على سبب كوني معروف لما هو الكلام ده الشركات دي اللي عمحاف دي اتعملت الأطباء درسوها عرفوها بقوا بيرصفها للمريض المريض لما بيجي ياخدها ياخدها على إنه سبب كوني زيه زي الميا اللي مش شربها لم يبقى عطشان مش معتقد اعتقاد خاص في المسألة ولا اعتقاد باطني ولا لا ده هو يعلم إن البشر عموما بصفة عامة بحثوا فوجدوا علاقة سنة كونية إنها لما بتمتص جوا الجسم بتزود كذا بتقلل كذا ولما بزود كذا بيعمل كذا بحثوا كذا طبعا ده فر ضخم جدا بين حدي يقولي والله أنا الحزاثة دي جربتها لبستها مش عارف كنت مسافر لقيت بدل مش عارف مش حاجز في القطر لقيت واحد بيرجع تذكر اوه مش عارف لا هنا فين السببب فين السنة الكونية طب يقول طب ما هو والتجربة قال لا تذل لا قال ليه لأنه ممكن تكون ابتلاء من الله ترك أنا قلت الدعاء فربنا يسر طب إيه الفرق بين دي وبدي الفرق بين دي وبدي إن ابتداء خلاص يعني الحاجة المدعة أنها سنة أنها سبب قل لي الأول اللي الدعاء ده أنت جايبه من نين فلو جايبه من تجارب لو بنبحث في السنن الكونية الموجودة في المواد التي خلقها الله عز وجل هنا خلاص هي رايحين للبحث العلمي والتجريب وما فيش ما فيش ادعاء أي حاجة خارقة أو حاجة غير طبيعية ويستوي في علمها كل البشر لا نعني بكده أن كل ناس تبقى علماء في الطب مثلا أو علماء في لو نكلم على أسلاب ميكانيكية تبقى علماء في لا لا نكلم على أنه شيء مبذول لمن يطلبه يجد يعرف أن هذه علاقة سنة كونية سواء معروفة البشرية تعرفها منذ يعني نزول أدم إلى الأرض أو زمان قريب أو أبحاث جديدة خالص بينت شيء ما لكن فيها بيكلمني على سنة كونية موجودة في الكن طيب غير كده نقول يعني أنت شرعا أمرك الله بالبحث والتجربة فتصدق حواسك طيب غير كده لو أن الله أخبرك بأنه إذا قلت هذا الدعاء قدر لك الخير وإذا شربت ماء زمزم قدر لك ما تطلب أو قد يقدر لك ده سبب من الأسباب اللي ممكن فانت هنا مش هتقول فين السنة الكونية لأن هنا المسألة طرفين وصط بمعنى الناس تاخد بالأسباب الواهية وفي المقابل الناس العلمانين عزينين في أي سبب بطن لا الله عز وجل أمره إذا أراد الشيء أن يقول لا كن فيكون فلو أخبرنا أنه مما يرجى معه الدعاء إجابة الدعاء أنت تسأل ترك تعال مما يرجى معه إجابة الدعاء أنك تكون تشرب ماء زمزم فإذن أنت تعتقد أن هذا أمر يجعل اللي أترك تعالى يعني يعني يرجى معه أن يجي باللضع في الواقع يعني أحد الإخوة المتابعين بيقول كلام يعني قيل مرارا المسلمون يقتلون في كل مكان فعلا أنتم تتكلمون على أشياء طب في الواقع أنت واضح أنك فاضي جدا عمال تدور على النت على أي موضوع تدخله فأنت تعاني من فراغ يعني قاتل فمفروض أنك تلوم نفسك على هذا يعني الذي تفعله أما يعني نحن فبفضل لا نتعلم ديننا والمسلمون يقتلون في كل مكان ما نملكه لهم نفعله لا ولا أظن أنك تفعل أكثر مما نفعل غير أنك تضيع وقتك في التشغيب على يعني على الغير إذا كنت تملك أو طرع أننا نملك أمور والدرس ده بالذات هو اللي معطلنا عنها يعني نكون شاكرين جدا لحظتك أنك تكتم لكن اللي نحن شايفينه الأمر ليس كذلك يعني ما يمكن أن يكون من تفاعل مع قضاء المسلمين بحسب القدرة والطاقة نفعله لا ندري أنت تفعل مثله أم لا لكن على الأقل نرى نحن تعاني فراغ شديد جدا فلا أنت مثلا بتدي درس ولا أنت بتسمع درس وانت عم قعدت تدور على يعني عنوان درس لكي تقول فيه مش عشان تسمع برضو عشان تكتب الكلمتين دول ف لكن يعني إن كان ثمت نصيحة بشيء نستطيع أن نفعله طرعنا نحن مقصرين فيه ف جزاكم لخيرا لو قلت إن لم يكن فدعنا وما يعني نريد من أن يعني نتعلم ديننا نصح عقيدتنا ولو أنت متابع معنا هتلاقي الكلام مش كله في الموضوع دا هو الدرس دوره هذا الموضوع كنا لسا بنتكلم على التلبيس اللي بيعملوا بعض الناس اللي تكلموا على زواج المسلمة من النصراني التلبيس اللي بيعملوا بعض الفنانين اللي رايحين اللي بتصور مع واحد يهودي أو غيره يستثمر ما هو كلا أنه نحن بنسكت على انكر هذه المنكرات وتنتشر وسط الشباب ويتحول أصحاب هذه المنكرات إلى قضوة للشباب وبعد نيجي بعد كده يستثمر هذه القضوة في أنه يعني يعبث بثوابت من الدين فالمسألة يعني يا أيها الذين ما دخلوا في السلم كاف فأنت إيه القضية اللي هتعتبرها هم وإيه اللي مش هم مش عارف يعني الموضوع مش عايز نخرج كتير عن موضوعنا الأخ إن كان لسه موجود وحيكمل معنا الموضوع يشرفنا وإن كان هو عنده مصيحة برضي يقولها وإن كان هو مشغول بقى بما يرى أهم بس أرجو لما يكون ش الأهم بدا إنه هو ويكون حيحفل مع بتوع الكرة والعصبية الجاهلية المتبادلة برضي عايزة بان يعني يعني عموما شيء يعني يند له الجميل أنه بعض الإخوة اللي ممكن نقول الكلام ده بتلاقيه مشارك في مقاومة بين مشجع الأمدي طيب وفي النهاية بنقوله جزاكم لخانا عن النصيحة ولكن ده جوابنا عليها نرجح تاني لموضع يبقى الوسائل الكونية علامتها أنها كونية يعني علامتها أن البشر بمجموعهم عبر تاريخهم دوروا على سنن كونية موجودة في كل فيما خلق الله فما وجدوه سببا اعتقدوا أنه سببا وذا يعني كما عمل الأنبياء والمرسلون بهذا في الطعام والشراب والدواء وقول أنه سلم تداو وعباد الله فإن الله لمنزل دان إلا وأنذل له دواء دا كل إذن في هذه الأسباب جب طائفة من أسباب الشرع أمرنا بها بأن إذا تقربتم إلى الله بكذا أو إذا عظمتم ما عظمه الله عظم ماء زمزم عظم الحجر الأسود عظم الكعبة طبعا وهكذا فهذه الأشياء التي جعلها الله تعالى عظم أوقات معينة لها من أسباب إجابة الدعاء بلاد معينة مكة والمدينة والمسجد الأقصى إلى غير ذلك فمتقول لأن الله هو مسبب الأسباب ومقدر المقادير فإذا أمرني أن أتحر مكانا معينا أو زمانا معينا رغم أنه لا أرى هو كلام الدعاء اللي حقوله هنا هو اللي حقوله هنا أو حتى مثلا ماء زمزم في الآخر ماء فيه شاية ربما يعني متحليل ويجده مختلف شوية عن بقية المياه لكن فيها هو ماء يعني قد يكون فيه أملح نفع أكتر من غيره قد يكون لكن هو ماء وإلا لو إحنا حللنا وجدنا فيه مختلف كتير أو مختلف عن بقية المياه حيبقى خبر في الشرع ولكن في النهاية وجدنا له السنة الكونية بتاعته أو السبب الكوني حتى مثلا عسل النحل مثلا كهل هو كون يعني سبب للشفاء أمر يعني بركة ما جعلها الله فيه ولا سبب الكوني والأقرب نوع يكون سبب الكوني ولكن وجدنا يعني هذا الكم من الأملاح والمحاد ومقاومته للجلاثيم له فوائده في الشفاء بطريقة لكن هنا هنيجي أماكن معينة شرفها الله أزمنا معينة شرفها الله ذوات معينة شرفها الله جعلها سبب الإجابة الدعاء أمرنا بالدعاء عندها أمرنا بتحرر العبادة عندها كل هذا الكلام مع ثابر دي أسباب الله هو مقدر المقادير وهو مسبب الأسباب وإنه من أخذ بها فالله ترك تعالى يقدر لهم مثلا الإنسان شرب مأزم ودع الله بدعاء في أمر رزقه في أمر طلب العلم في أمر حفظ الذرية في أمر كذا في أمر كذا يقدر لا أسبابا يعني إذا استجاب للدعاء بيقدر الأسباب هو المأزم ذا كان سبب لإجابة الدعاء طيب ويعني عندما يخلق الله ترك تعالى النعمة التي طلبها الإنسان يخلقها بأسبابها فالله عشان كذا يقول لي الله هو مقدر للأسباب ومسبب للأسباب وما شاء الله كان وما لا شاء ما كن وما أبروه وذرر شاء أن يقول له كن فيكون وبالتالي إذا أخذت بالأسباب التي بيّن لك أنها أنها أن بها ينال ما عنده سبحانه وتعالى فأنت بتكون على ثقة تماما بأن هذه أسباب تؤدي بفضل الله تبارك تعالى إلى المطلب طيب في المقابل بأيجي حد يقول طيب خلاص ما ومن هنا بقى إحنا بنقول الحزازة بنقول الخمسة وخميسة بنقول الخلطة الزرقى بنقول ما هو دي زي دي نقول هنا ما هو الأولا الأسباب دي معظمها منهي عنه نصا وعرفنا بقى كمان حتى لو اخترعونا حاجة مش منهي عنها نصا أن لما أنت تروح لسبب بلا سند طيب إيه هو السند إما التجربة في الأسباب الكونية اللي هي بدور على سنة كونية في الحاجة وإما أن الشرع يقول أن دي سبب ده أنت مفروض هتاخد بيديو دي سواء السبب الكوني أو السبب الشرعي الثابت مع توكل القلب على الله ولك تعالى ومع اعتماد القلب على الله عزيزي فلما حد يروح يدور على شيء ليس بسبب يبقى ده ضعف توكل بل ممكن في الآخر ألا إيه أنه راح أسند لمخلوق ما سواء عاقل أو غير عاقل أن له تصرف في الكون ما هم عباد الكواكب وغيرهم بيصل لهم بيصل بلده ازاي كده فيبقى هنا القول بأسباب ليست كونية ولم يأمر بها الشرع أو لم يبين الشرع أنها أسباب هو كذب على الشرع وكذب على القدر وضعف في التوكل وفتح باب الشرك أي سبب أخذ بها هتلاقي حاجات كثير معظم ومعظمها ومعظمها غير منصوص عليه كله داخل تحت هذا حتى ما يجي في الحتة يقول لي شمع أنا في دي مرحت للتجربة بقول له من الأول التجربة من درح لهاش إلا لما يبقى الموضوع أني بدور على سنة كونية فإنت سنة كونية ما كلمتنيش عن سنة كونية خلق الله ترك تعالى في مادة ما أو في شيء ما وعقلا مستحيل أنك تربط لبين حظازة وبين أن يقدر لك نجاح أو يقدر لك سلامة أو يقدر غير لما تربط لما وكما ذا كان فرق من لما واحد يربط فتلة صوف يقول لي سبب للشفاء هذا كذب على القدر ما فيش في الدنيا لا يتصور وجود أثر لهذه على الشفاء غير لو حد يربط حاجة على سبيل التدفئة حاجة على سبيل النهى جبيرة أو الشبيه بالجبيرة أو نحو ذلك يبقى أنا من الأول بأسوى الأسباب لهذه النوعين أو الوسائل وسائل كونية دي إثبتها بالبحث عن السنن الكونية التي أو دعها الله في مخلوقات واللي منها محتاجينه بنستعمله ومعتاك القلب على الله السنن الوسائل الغير كونية هو هنا حتى تسمى الوسائل الشرعية ليه لأنه لا مجال لإثباتها إلا الشرع الوسائل الكونية نثبتها بالقدر الوسائل الباطنة أو غير الكونية إن ثبتت شرعا فهي وسائل طيب يخرج من هنا إي بقى وسائل ليست كونية ولا شرعية فهذه ليست وسائل بل هي كذب على الشرع وكذب على القدر بل هي من الشرك الأصغر وقد تؤدي إلى الشرك الأكبر والعبن طيب نكمل مع يقول أما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كتابه وسنة نبيه وهي خاصة بالمؤمن المتبع عمر الله ورسوله ومن أمثلتين نطق بالشهادتين بإخلاص المفهم وسيلة إلى دخول الجنة والنجام الخلوط في النار وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة طبعا كل دي حاجات ربما ما حدش بنزع فيها النزاع الأكبر بيبقى برضو في الأشياء اللي بيقول فيها بركة فيها يعني تغني عن بعض الأسباب الحسية في العلاق في الغذاء في تكون سبب في إجابة الدعاء دي اللي دايما بيطور حولها جدل وإلا هم الجميع مسلم إن الشرع هو بيقول لك الشرع بيرتب النجاة في دخول الجنة والنجاة من النار على النطق بالشهدتين بيرتب المغفرة على إتباع السيئة الحسنة إن القول الدعاء المغفر بعد الأذن وسيلة أنها لشفاعة النبي سلام إن صلة الرعي وسيلة لطول العمر وسعة الرزق لأ دي بقى هي ممكن تدخل في النطاق اللي هو نحن نبدأ عليه طرفين ووسط بمعنى إن ممكن بعض من يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو نحو هذا يقول لك يعني إعلقة سلة الرحم بطول العمر والعمر يقدره الله تعالى وإذا بينا لنا أن سلة الرحم وسيلة لطول العمر نحو أن سلة الرحم وسيلة لسعة الرزق فيجب أن نصدق بهذا طب يقول لك مال في اللوحة المحفوظ نقول له ما أنت لو قلت كده ده حيبقى مش استشكال على سلة الرحم بس ده استشكال على الدعاء ولا ولا يرد القدر إلا الدعاء ف خلاص اطرح هذا الاستشكال على الموضوع كله على بعض ويبقى الإجابة أن الكتابة كتابتين كتابة في اللوحة المحفوظ وكتابات أخرى دونها سواء التقدير الحولي العمري أو الحولي أو اليومي وأن الكتابات دي الكتابة في اللوحة المحفوظ بيكتب فيها أن أنه يوحى إلى الملك الملك الموكل بقبض الأرواح أن عمره فلان ستون عاما ثم يقال له زده في عمره كذا لأنه وصل أرواح الكتابة دي بتفصيلها موجودة في اللوحة المحفوظ لكن الذي يكتب يوم ساعة تخليق الجنين يكتب أنه عمره ستون مثلا ويشرف الله من يكرمهم بهذه العبادة بأنه أمام الملائكة ويكون يشرف بأنه زاد في عمره طبعا زيادة العمر مع حسن العمل نعمة الإنسان لا يطلب لأنه لا يعرف لكن إن دعا لنفسه أو الغير بالذات الغير إذا دعا بطول العمر فيقرنه بحسن العمل لكن عموما إذا كان رجل صالح وفيكرمه الله من أجل سرط راحمه بطول عمره فطول العمر سيعمل له إيه ده ده لو ما عملش غير الفرائض هذا زيادة في حسناته العبرة في النهاية بعدد حسناته وكان يعني في الحديث أن أخوان يعني مات أحدهما قبل الآخر وذكر الصحابة شأنهما فذكروا في من مات أولا أنه كان أفضل من الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت بالآخر صلاته يبقى مجرد لو هو حافظه الله من الفتن ولم يفتن طال عمره بلا فتنة مجرد أنه محافظ على الفرائض يصلي ويصوم رمضان ونحو ذلك هذه زيادة في حسناته وإذن يعني ده بيبقى نعم طبعا العكس صلى الله عليه وسلم العفو والعفير الذي يفتن فلعل القصر عمره يكون أفضل له لو كان سيتعرض للفتن ذلك الإنسان يأكل الأمر الله ويسأل الله البركة في عمره والبركة في رزقه دون أن يحدد وحتى لو دعا لغيري إما أن يدعو له بالبركة في العمر أو لو دعا له بطول العمر يقرنها بحسن العمل المهم المهم دي من المواطن بقى الممكن أن نجد فيها طرفين ووسط وهو من البعض ييجي هنا كأنه عايز ينفي هذا السبب يقول إيه علاقة طول العمر بالسلطة الرحيم بل وممكن يصدق بقى أن الصحة والطعام والشراب والاهتمام بالصحة لهم علاقة طول العمر مع أنه ملومش أي علاقة بقلة احتمال الأمراض لكن ممكن إنسان يموت إذا قدر الله له أن يموت صحيحا صغيرا مات العكس يعني تماما كما هذا يبقى إذن المسائل الباطنة إذا جاء الشرع فبين أنها سبب اعتقد نها يبقى هنا بنقول إنها وسائل باطنة لا تثبت يعني لعل الأضاق نقول وسائل باطنة لا تثبت إلا من طريق الشرع في وسائل كونية فهذه تثبت بالتجربة أو وسائل غير كونية لا تثبت إلا من طريق الشرع طبع لو حد جاب لنا وسائل غير كونية يبقى هي لم تذب طريق التجربة التجربة بمعناها اللي قلناها اللي هو التجربة تبحث عن سنة كونية موجودة في الأشياء التي خلق الله وليس مجرد يقول لك أحنا عملنا فنتجت النتيجة بدون ما يبقى فيه سنة طبع إذا لم تكن وسيلة كونية فننظر هل أثبتها الشرع فإذا أثبتها نعتقد أنها وسيلة وإلا فيكون إثبات وهو وسيلة نوع من الشرك الأصغر غالبا وقد يؤدين لك يقول فهذه الأمور الأمثال اللي ضربها وأمثالها إنما عرفنا أنها وسيلة تحقق الغيات والمقاصد عن طريق الشرع وحده لا عن طريق العلم أو التجربة أو الحواس فنحن لم نعلم أن صلاة الرحمن تتلو العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلاة الله السلام وعليه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر رحمه وهكذا الأمثال الأخر يقول ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأا كبيرا ويهمون وهما شنيعا فقد يظنون سببا كونيا ما يوصل إلى غاية معينة فيكون الأمر بخلاف ما يظنون وقد يعتقدون سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصر شرعي معينة وكل حق الخلاف ما يعتقدون طيب هو يعني شايف الإخوة تفاعلت مع الموضوع ووضح أن الإخوة محتمة به كويس والشيخ ذكر أمثلة كتير فإحنا عشان الأمثلة نديها حقها نكتفي بهذه المقدمة لهذا الفصل اللي بينا بها الفرق وإن إن شاء الله نكمل المرة القادمة نشبع هذه الأمثلة بإذن الله تارك تعالى نديها وقت جيد بإذن الله تارك تعالى ونكتفي بالقلوب سبحانه الله وعندك نشهد الله لأنت سبحانه وعليك السلام عليكم وعليك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة